حزب الحرية طبعا قال استوقفني هنا في الخبر ده حزب الحرية يرفض الاستسلام ويؤكد استعداده لتحمل المسؤولية أنا لستوقفني جملة اللي قالها كيكل أنه قال أني النهاية لم تكتب بعد أو بما معناه يعني صراحة هذا كلام مخيف أنا رح أحكيك على نوع من تجربة شخصية أنا مبارح استوقفني أحد المتابعين النمسا ميديا بالشارع وقال لي أنا فاجأني بهذا الكلام قال لي السيد أحمد هل نحن مقبليون على حرب أهلية في النمسا قلت له لا يا أخي ولا بأي حال الأحوال مين يجيبوا هذا الكلام فعلى ما يبدو كلمة الأخيرة لم تنطق بعد لم تقال بعد بالطبع طبعا اليوم ليس هو نهاية المطاف كان عم يحكي فعليا على يوم على يوم اللي ما قال الرئيس وكلف كارلف كارل نهار فقال هذا هيربيت كيكل قال هذا الكلام ولكن إلى أي حد يا سيد الكريم هذا الكلام ممكن إلا طبعا طبعا إحنا في عنا أخبار بتقول طبعا مؤيدي كيكل يدعون للتظاهرة كبرى في فين احتجاجا على تكريف نهامة بتشكيل الحكومة وحددولها يوم 9 فبراير 9 نوفمبر 9 نوفمبر يعني الأسبوع المقبل نعم بعد المقبل ولكن على الجانب الآخر المستشار النمساوي بينتقد دعوات اليمين المتطرف للاحتجاج في ذكرى 9 نوفمبر طبعا طبعا ومعانا كمان الحزب الاشتراكي بيحدد أولوياته قبل بدء محادثات تشكيل الحكومة النمساوية مع حزب الشعب يعني عندنا أربع محاور أو أربع موضوعات لا تقايل الأهمية واحد عن الآخر كيكل كلمة تصريح كيكل إن الكلمة الأخيرة لم تنطق بعد دي بتدي دلائل إن المؤيدين هيخرجوا في مظاهرة المظاهرة برضو أثناء تشكيل الحكومة أو مفاوضات تشكيل الحكومة هيكون لها تأثير بشكل أو بآخر طبعا نحن مشان ما نستبق الأحداث يعني بس نقطة نقطة إنه فعليا رد هربة كيكل إنه هذا اليوم ليس النهائي ودعوة ودعوة يعني أنصاره بشكل أو بآخر إضافة ليمينيين متشددين بس إيش هو اللي دعا؟ ليس هو اللي دعا طبعا لا يدعوا أكيد لا يدعوا حتى لا يتورطوا نعم بضعط لكن مؤيدي مناصري بشكل أو بآخر دعوا إلى أن تكون التظاهرة في التاسع من نوفمبر المقبل طبعا بروغوما النازية للي ما بيعرف حاولنا إحنا نجيب صراحة إيك اقتباص بسيط أيها تماما بروغوما النازية المعروفة أيضا بليلة الكريستال هي سلسلة من الهجمات التي استهدفت اليهود في أمانيا والنمسا في التاسع والعاشر من نوفمبر الـ 38 كل هذه الأحداث دمرت المتاجر والمنازل والمعابد اليهودية وقبض على الآلاف من اليهود وقتل العديد منهم تعتبر هذه الأحداث على ما فارقة في تصيد الاتحاد ضد اليهود من قبل النظام النازم مما أدى لزيادة الهجر اليهودية وفتح المجال للاعتقالات والمذابح خلال الهولوكوست تحيى ذكر هذه الأحداث سنويا في 9 نوفمبر للتذكير بالضحايا ولتأكيد أهمية مكافحة معادات السامية يعني بصراحة طبعا إحنا لنرى هذا الخبر شكل تاني هل يعني نحن سنشهد في هذا اليوم باعتبار أن يوجد متشددون يدعونا إلى التظاهر في هذا اليوم هل سنشهد تدمير ما هل سنشهد عنف ما هذا هذا ما لا نعرفه هذا ما طبعا أكيد ما رح يهاجم أكيد هذه المرة لن يهاجم اليهود طب من إذا يهاجم هل سيهاجم الأجانب هل سيهاجم محلاتهم هل سيهاجم مساجد معينة هل سيهاجموا معابد معينة هل سيهاجموا كنائس معينة يعني اليوم سيد الكريم هؤلاء الأشخاص مع الأسف الشديد الاحتقان الموجود بداخلهم والذي يساعدهم أو خلاهم ينتخبوا حزب الحرية أكيد ليس من فراغ فهدول لا رح يفرقوا لا بين عربي لا بين غير عربي لا بين مسلم لا بين غير مسلم أي شخص له ملامح شرقية هذا ممكن يكون هدف بالنسبة لهم ولكن نحن مشان ما نضخم ما نضخم الأمور كتير ما نضخم فيها فعليا طبعا هون هذا الكلام لربما بمرحلة المراحل بشكل من الأشكال لربما كان ينطبق بحالة من الأحوال على موضوع المرحلة التاريخية السابقة في 1938 أما اليوم يوجد دولة قوية يوجد نظام شرطي قوي يوجد جيش الموضوع ليس بهذه السؤولة حتى أنه رح يعملوا مشاكل والأمور رح تفلتوا ما بعرف شو الناس رح تخاف وواحد يجي بقلي يعني حيصير حرب أهلية لا لا رح يصير حرب أهلية ما رح يصير رح يكون يوم عبارة عن فش دخل رح تطلع هناص الظاهر لا ربما يكون في بعض يعني التشادد ما بين المتظاهرون والشرطة لأن هذه المظاهرات تكون محدودة بمسارات محددة يعني ما بتقدر تتجاوزها بداية ونهاية بداية نهاية شوارع معين مغلق خط يصير مئة بالمئة لو تجاوزوا الشرطة جاهزة الشرطة جاهزة بالعصي الشرطة جاهزة بالغاز المصير للدموع الشرطة جاهزة بالسيارات اللي بترش الماء الشرطة جاهزة بكتير أمور الشرطة مكافحة الشاب رح تكون أنا متأكل حتكون متواجدة بالآلاف وإذا عشنا لهذاك اليوم أكيد النمسا ميديا وإنفوقرات حتكون موجودة بالشارع وتغطي مباشرة هذه الأحداث لحظة بلحظة